اشتركوا في القناة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 والذي يتي استكمالا لعدد من الاجتماعات المشتركة التي عقدها الجانبان مؤخرا وخلال الاجتماع أكد الفريق الحكومي على زيادة مخصصات بند الحماية الاجتماعية واستمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول ما يؤكد بأن المواطن أولوية ويأتي دائما في المقام الأول باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية وإليه توجه كافة الخطط والمبادرات التي تحقق الغاية وتطلعات المنشودة بالرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مشيرا إلى أن مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021-2022 ارتكز على عدد من الأسس والمبادئ وهي أن الحكومة بدأت بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية كما نوه الفريق الحكومي بأن الحكومة قد قامت بدراسة عدد من المرئيات والاقتراحات التي تقدمت بها اللجنتان على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2021-2022 خلال الاجتماعات التي عقدت حيث تم مناقشة المشروع واستعراض الرأي الحكومي حول أبرز التعديلات والمقترحات المقدمة من قبل اللجنتين على مشروع الميزانيات العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022 والمتعلقة بتعديل بعض بنود الميزانية ومنها الإيرادات النفطية وغير النفطية وميزانية المصروفات التشغيلية وميزانية المشاريع كما تطرق الفريق الحكومي خلال الاجتماع إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل ضمن فريق البحرين الواحد لإقرار مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين وذلك حسب الخطة الموضوعة في أسرع وقت ممكن منوها بما تبديه السلطتان التنفيذية والتشريعية من تعاون مستمر وحرص دائم أثمر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية العامة بما يلبي تطلعات المواطنين ويدعم مسيرة التنمية والبناء لمملكة البحرين اشتركوا في القناة